جيمي زي ما قلت لكم قبل الفاصل عنده كواليس مهمة جداً في مران النادي له الأخير قبل المباراة النهاية تفاضر أزيز جيمي الراجل كان نحضر سيناريوهات كتير جداً تكلم مع اللعيبة في المران الأخير ومع اللعيبة الكبار تحديداً واللعيبة الكبار كمان تكلموا على إنه وارد نستقبل جول وارد نستقبل جول وارد إن إحنا الملعب مخنوق علينا ما تكلمش خالص على قصة الجمهور لإنه كلم معهم فيها كتير من وقت مباراة الذهاب وقال لهم تأثير الجمهور وتأثير نفسي أنت طول ما أنت نازل مش خايف ما لكش دعوة أنت سامع إيه وما لكش دعوة جمهور مش ينزل ملعب الجمهور مش يلعب معنا ركز قوي على نقطتين مهمين يا كريم النقطة الأولانية قال وارد الملعب مخنوق علينا جداً وارد ما نعرفش نسجل من سيت بلي في نقطتين مهمين جداً لو استقبلنا هذا فنركز عليهم الكرات السابتة سواء ركنيات أو كرات من عن طريق الجزاء وخد عشر دقائق كاملين من المران الرئيسي سواء في الكرات السابتة وعشر دقائق الكرات السابتة الفاولية تحولين الـ 18 اللي تقلق فيها بشدة بالمناسبة العيب ما كانش أساسي ومحمد ما جد أفش سجل مرتين واحد في مرمى محمد الشناوي والتاني في مرمى علي لطفي في المران اللي قبل المباراة السيناريجو التاني كانت الكرات العرضية اللي تقلق فيها بشدة عشان كده انت قلت اللي حصل قبل خلال المباراة قبل الهدف اللي تقلق فيها بشدة علي معلول ومحمد عبد المنعم رغم تاني معرفة المدفعين بأن اللعيب كرات حطت هنا إلى أنه كان محمد عبد المنعم مرتين سجل منهم واحدة في العرضة واحدة جول فيه خلال المران الأخير اللي الراجل وصل للعيب حتى لو معرفة مدفعين سجل من السيب بلاي هنسجل من كرة سابتة أو هنسجل من دربة ركنية والراجل فضل يتكلم مع اللعيبة بعد التمرين هوقف مع الفرقه بالكامل وكباتل الفرقه كلهم اتكلموا وعلي معلولي كمان قبل المباراة مباشرة أنا كريم ومقابلين الشوتين اتكلم مع اللعيبة قبل المباراة قال لهم احنا هنستقبل جول حتى لو استقبلنا جول مفيش أي حاجة احنا هنعرف نرجع ومش هنخرج من الملعب ده اللي احنا كسبين بطول الله عليك